اشتركوا في القناة لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر وعيدهم لسالدين اشتركوا في القناة 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 دعونا لوحدنا ما الأمر مجدداً كلماما؟ هل لازلت سيدة زليخة مصرة على تخيلاتها المعهودة؟ لقد نسيت الطعام والشراب منذ مدة ولكنها لا تبارح ذكرك أبداً إني لأرأف لحالها حقاً ليت لو أنها بدل الإدعان لتباع النفس عمدت إلى الاستماع للعقل والتعقل العشق والعقل؟ زليخة ليست عاشقة لا تسيء التمييز بين العشق والهوس العشق أمر مقدس ولا يحل في القلوب الملوثة والمريضة وهل تعتبر السيدة زليخة مرأة ملوثة؟ أقسم بالآلهة لو أنها أذنت لي لأجبرتك على الخضوع والطاعة تحت وطأة التعديد ولكن ما العمل إن منعتني السيدة زليخة من ذلك؟ زليخة تعلم أن يوزرسيف ليس من أهل الخضوع ولهذا السبب لا تأذن لك في التسرع والإقدام أنا أحب السيدة زليخة وسوف أساعدها على الدوام لكي تصل إلى كل ما أهر بها سواء كان الهوس غايتها أم العشق أنا لا أتمنى لك الحرية يوزرسيف أما زليخة فبلأ لقد جئت إليك بناء على طلبها لأدلك على طريق الحرية أخبريني كم تحبين زليخة بصدق أحبها مثل روحي أنا أحب خالقي أكثر من كياني ووجود برمته وكل ما أصب إليه وأن أنال رضاه بكل ما أقوم به وليس رضى زليخة أنا أعيدك وعد الصدق أنك لو أطعت السيدة زليخة ونزلت عند رغباتها فستجد نفسك حرا من فورك أخبري زليخة أن يوزرسيف لا يشتري حريته باقتراف الذنب وارتكاب الخطيئة والأفضل لها هي أيضا أن لا تبيع روحها إلى الشيطان أخبريني ألا يولي أهل مصر أهمية لعفة المرأة ووفائها لزوجها رغم كل المودة التي أكنها للسيدة علي الإقرار أنها امرأة سيئة كيف أمكنها بوجود بوتفارا المعظم وصاحب المقام الرفية أن ترك دوراء رجل آخر مثلك أنت لو أن زليخة عرفت معبودها وصاحب الجمال الحقيقي ما كانت لتشغل قلبها بحب عبد كيوزرسيف إلهي خل الزليخة من ظلمة سجنها التي تحيط بقلبها وأنرهوا اللهم بنور الإيمان دعوه يقبع في السجن حتى يفسد جلده إن استطاع أن يرى وراء أذنيه فإنه سيذوق دعم الحرية تحركوا زليخة تلعب بالقمار فقد خسرت نفسها رغم أنها تخفي ذلك إنها تحاول أن تتظاهر بالقصوة ولكنها لا تفلح أبدا سلام الله عليك وعليك سلام الله أبحث عن يعقوب النبي وماذا تريد منه؟ أحمل له رسالة من شاب سجين في مصر هل قلت من شاب سجين؟ أجل تفضل معي شكله؟ ماذا عن طلعته؟ ما هو عمره؟ قامته طويلة أظن أنه في الثلاثين أو أكثر بقليل هل كان حصل الطلعة؟ اسمه؟ اسمه أليس يوسف؟ سألته عن اسمه فسألني أن أعذره في ذكره أما جماله فلم يبدو لي لكثفة شعره وطول لحيته جماله يوسف يبدو لي حتى من وراء الحشب لا لا شيء يمكن أن يخفي جماله على الإطلاق سألني عن كبير أهلي كنعان فذكرتك سألني عن فروعه الاثنين عشر المثمرة قلت أن أحدها انقطع لما لم يذكر اسمه؟ لما سأله العذر في ذكره؟ لو كان يوسف لذكر اسمه لذكره من أجل أبيه قلت إنه بعث معك برسالة أجل طلب أن تدعو بحق السجناء الغرباء والمكروبين خلصوا اللهم من القيود وأسر السجن قال السجين أنك متى ما رفعت يد التضرع نحو الله فادعو بحق الأبناء الذين فرقتهم الغربة عن آبائهم هذا يوسف ابني؟ إن هذا الابن البعيد عن أبيه لهو ابني تسمع يا بن يمين؟ هذا حديث أخيك يوسف وهو يتأوه على فراق أبيه اهدأ يا أبي وأين يوسف من مصر؟ ومن السجن أيضا؟ ما عد ذلك؟ فإن أوصافه تطابق يوسف تماما؟ شعر أن هذا السجين هو إما يوسف ابني وإما أنه يخبر حاله أسمعني السجين أيضا حديثا حول خلافة الله والفرع المقطوع ولكن ذهب عن بالي إلهي وربي خلص ذلك السجين من غياه بالسجن وأذكه حنان أبيه اللهم متع أبصار أبيه برؤيته وأمر قلبه إن أذنتم لي فأسألكم الرخصة حفظك الله حفظك الله من كل شر وجزاك أحسن الجزاء أرجو أن تكون هذه العيون قد رأت يوسف ابني آمل ذلك في أمان الله رعك الله اللهم اقضي حاجة ذلك السجين المصري المحتاج للدعاء عالي المقام قائد تاكلو تحية للكاهن الأعظم عالي المقام ألخماه الحاكم أمن حوطب الثالث إله أهل مصر يطلب من جناب ألخماه أن يلبي دعوته في الانضمام إلى الضيافة الكبرى التي ستقام في باحة القصر ويزين بحضوره الكريم هذه الوليمة نحن شاكرون لدعوة الحاكم وسنلبي دعوته إلى الوليمة يمكنك الانصراف لماذا قبلت دعوته فقد يكون في الأمر مكيدة لا خير علي عدم المشاركة يعني التمرد يعني ذلك إعلان الحرب على أمن حوطب من جهة أخرى فإن كان أبو بيس قد أراد إلحاق الأذى بأمن حوطب قد نكون موضع اتهام في تحريدنا وعدم تلبياتنا الدعوة برهان على ذلك وماذا إن كانت هذه الدعوة فخا ومكيدا؟ باديامون عليه أن يأمر جلوده بالاستعداد للتدخل في حال حدوث أي مكروه علينا أن نرسل الدعوات إلى عدد من وجهاء المدينة فبحضورهم نحول دون أن يتمكن أمن حوطب من فعل شيء لا يخفى عليكم أن عدد أنصار أمون كبير جدا لدرجة أن أمن حوطب لن يجرؤ على أن نهينا سيادة الكاهن الأعظم حسر اذهبوا وهيئوا أنفسكم للوليمة ضحية لعالي المقام شكرا لك لقد جئنا لأخذ أبو بيس بيناروس وكيمون الكاهن حسنا لعالي المقام انتظروني قليلا فليستعد السجنان أبو بيس وبيناروس لمغادرة السجن أبو بيس هدئ من روعك يجب أن تحضر عند أمن حوطب للمحاكمة أبو بيس أبو بيس حسنا لأ اشتركوا في القناة ستلاقي ربك جاهز ايضا كيموني كاهن كن سعيدا انك سوف ترحل عن هذه الدنيا وانت مؤمن ان خرجت من السجن حيا سارى ساقئ من حوتب الا تريد ان اتيك بالثياب والطعام كما يفعل نيمي سابو لي انا كلا بل يؤلاء بيناروس ارجوك ادعو لنا الله ان يهيئ ما يكون سببا لخلاصنا باسرع وقت ايه ابو بيس لا تقلق فان بقات يوزر سيف ليست الا كذبا لن يحدث لك شيء انا اعدك بذلك افتح الباب في بون الكاهن استعد لقد حان وقت الذهاب الى اين لا ادري جاء فرسان قصر امن حوتب لاخذك من هنا قيدوه بسلاسل الحديد سوف ندعو لك يا ابو بيس لا تفقد الامن انت السبب في ايماني يا يوزر سيف وساسعى ان احافظ عليه سوف تعود الى امن حوتب وستنال مكانتك ومقامك السابقين لقد رآني امن حوتب مرة واحدة وكان لقاء جيدا جدا اذكرني عند سيدك وقل له ان يوزر سيف لا ذنب له زجه في السجن ظلما حتما حتما فليطمئن قلبك سأهيئ لك مع عمرك مخرجا وداعا 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 ارجوك لا تقلق الله ارجو ان تقلقك السلامة مع السلامة وداعا بأمان الله اما الحاكمة امن حوتب سوف يعمد الى اخراجك من السجن ليت لو ان لنا احدا نطلب منه العام ماذا قلت؟ قلت ان امن حوتب سوف يخلصك من السجن هو يمتلك القدرة على ذلك لكن لكني اعرف من هو اقدر من امن حوتب لما لما لم اسأله هو امن حوتب سوف يخلصك من السجن 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 أنت الكهن كيموني أبو بيس بيناروس أنتما ماذا تفعلان هنا؟ لا تتظاهر بالحماقة والجهل فنحن الاثنان سجينان هنا منذ بضعة أشهر لكن أحدا من كهنة المعبد والمشرفين عليه لم يسأل عنه ولما كنا لنسأل وماذا يعنينا نحن من دخولكم السجن؟ أنتم حقيرون نحن في السجن بسببكم لو لا أن يدي في الأصفاض لحطمت أسنانك كلها لتدرك عندئذ من الذي يوجب عليك أن تزورنا في السجن ندل حقير غطوا وجوههم بلثام يجب أن لا يعرفوا هيا تحركوا هيا بسرعة هيا هيا بسرعة هيا بسرعة هيا بسرعة هيا بسرعة أبو بيس أبو بيس هل تراك تفوهت بشيء حتى الآن لم أستطع احتمال العذاب أقررت بكل شيء ولكن ألم تفكر في هلاك زوجتك وأولادك وأقربائك أيضا إن الصياطة والعذاب قد أخرجا كل الأفكار من رأسي على كل حال قد حصل ما حصل وأعلم أنكم لن تقوموا بتنفيذ تهديداتكم لم يفوت الأوان بعد أنكر كن على يقين أن المعمد سينطقه منك أشد الانتقام الإنكار بعد الإقرار لا جدوى من الإنكار قل إن الإقرار كان على أثر العذاب وأنك احترفت حفاظا على حياتك أتفار ليس أحمق إلى هذا الحد لن يقبل لا خيار آخر إن لم تفعل ما أمرك به أعينك بأنك ستخسر كل شيء صدوا أفواهكم أسكتوا هون عليك فأنت لم تقترف أي خطيئة إن الله سميع رقيب وقد طلبت من بناروس أن يذكرني عند أمن حوطب على مرء من الله وهل من المعيب أن يعرف أمن حوطب أنك بريء وأن يسعى في سبيل خلاصك وإنقاذك يا بني أليس من المعيب أن أدعو الآخرين إلى الاستناس بألطاف الله بينما ألجأ أنا إلى طلب المساعدة من الأغيار يعني الغفلة الغفلة أنت لم تقصد شيئا إلا أن لا يجهل الحاكم بأمرك وأردت أن تلفته إلى براءتك فقط لما كان الله شاهدا علي وشهيدا على براءتي فما الحاجة إلى التفاتة غيره أنا أطلب العفو والغفران من الله وأسأله التوبة لقد كنت مخطئة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أن ما تطلبونه من الخلق هو موجود كله عند الله مجتمعا الويل للذين يمدون يد السؤال في قضاء حوائجهم لغير الله الويل من جزع الخلائق إن عاملهم الله بعدله في اليوم الموعود الويل من يوم تخرق فيه الحجب نظر الله إلى خلقه بعين العدل الويل كل الويل للظالمين من يوم ينتصر الله فيه للمظلومين الويل من يوم تبكي فيه عيون العصات دمنا إذا ما أطلعهم الله على قبيل الأفعال هل جئت لكي تطلعني على جزائي خطيئتي؟ أسكن يا يوسف لا تبالغ في أذية نفسك أنا مطلع على خطيئتي ولن أغفر لنفسي أبدا هذا الاطلاع إنما هو من لطف حضرة الصاحب في حق يوسف هذه الألطاف التي لا تحصى هي التي أخجلت يوسف فمن ذا الذي جعلني عزيزا عند أبي وسائر الخلق؟ الله هو الذي يعز من يشاء ويذل من يشاء بفتلته من ذا الذي جعلني في قصر عزيز مصر وأفاد علي نعمه؟ الله هو الذي تفيض من وجوده أصل كل نعمه؟ من ذا الذي أنجاني من حبائل زليخة ومكر سائر نساء مصر؟ الله هو الذي يعصم عباده الصالحين عن ارتكاب السوء والفحشاء إذن فلماذا ذكرت غير الله الذي يراني ويخبر حالي؟ ولا يغفل عني وأنا في محضره؟ أليس جديرا بيوسف أن يبكي أدما عزاء على خطيئته؟ أن يخمش وجهه وأن يلطم رأسه؟ لقد أخضأت يا رب لقد أذنبت حقا أسأل الله أن يغفر لي تقصيري لو أن يوسف لم يلتفت إلى خطأه ولم يفزع كما فزع إلى خضرة الحق طالبا العفو والصفح كان ليطرد من ساحة الحق ويمحى اسمه من دوان النبوة كان مقدرا أن يقضي يوسف في السجن سنة واحدة أما الآن فقد أضيف إلى تلك المدة سبع سنوات ليعوض يوسف عن تقصيره ولكي يتحمل المسؤولية في هداية أهل السجن سيحتاج يوسف إلى أتباع كثيرين فيما يأتي من الأيام لقد رضيت بالسجن حتى ولو كان طوال العمر يكفينا أن معبودي لم يسقطني من عينه شكرا لله شكرا لله شكرا للمشاهدة أستميحكم عذرا فقد قطعت نومكم ادعوا الله على الدوام أن لا يسلبنا ما وهبنا من الإيمان والخضوع قولوا دائما اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة هل اتخذت من تدابيراً مناسبة لمواجهة أي خطر؟ نعم على المقام لقد تسلح الجنود والعبيد أمرت بانتشار بعض الجنود المسلحين بين الناس وأمرتهم بالهجوم إذا حصل شيء حاول السيطرة على نفسك إياك أن تنجر إلى الغضب ترجمة نانسي قنقر جناب بديمون أسلحتكم ترجمة نانسي قنقر 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 الإله أمن حوتب الثالث يدخل الآن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر جناب ألخماهو الكاهن الأعظم لمعابد آلهة أرض مصر الحبيبة أهلا بك في وليمة اليوم تحية لحاكم مصر المعظم الإله أمن حوتب الثالث أعظم حكام أسقاع مصر هل حقا يعتقد جناب ألخماهو بالألقاب التي ينثرها علينا على الدوام؟ لا شك في ذلك أبدا وكل ما قلناه يعكس حقيقة حالنا كل حكام مصر من وجهة نظر كهنة معبد أمون يحضون بمقام نصف إله أنا أسألكم يا كبار الكهنة اندبر أحدهم مكيدة ضد من يحظى بالمقام الذي ذكره ألخماهو فما هو حكمه؟ نحن نظن أن نميمة مورديسو قد ملأت ذهن عالي المقام بالكلام الباطل بحقي أرباب المعابد ولكن فليطمئن جناب الحاكم فإن أخوال أولئك الوشاه لا يمكنها أبدا أن تقلل من الاحترام الكبير الذي نكنه للحاكم حتى ولو عكرت هذه الأخبار صفوه تجاهنا كذلك؟ لا يمكنك أن تقلل من الأخبار لا يمكنك أن تقلل منها المقام يمكن ان تقلل من المساعدات وأن تقلل من المساعدين يتقلل من الماعدين تقلل من المنائك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اليوم سنقدم عرضا في حضور اشرافي وكبار مصر وأبطال هذا العرض هم حضرات السادة ألخماهو باديامون أبوبيس وبيناروس حسنا جناب ألخماهو هل تعرف هؤلاء؟ نعم إن لم أكن مقطعا فإنهما الساقي ومباشر مائدة جناب سيدي أمين حوتر هل ستفسحون عن علاقة هذين لسين بالمعبد؟ أم أطلب إليهما أن يعلنا ذلك على رؤوس الأشهاد؟ علاقة المعبد بهما أنهما من أتباع أمون ولا تربطه بهما علاقة أخرى حسنا أبوبيس ماذا عنك؟ هل تنكروا علاقتك الأخرى بالمعبد وبجناب ألخماهو؟ هيا أخبرني الآن أنا لا أدري يا سيد بوتيفار عن أي علاقة تتحدث عن العلاقة بألخماهو تكلموا عن المكيدة التي كان قد دبرها اليوديا بحياة أمين حوتر أنا لم تربطني هكذا علاقة بجناب ألخماهو لكنك اعترفت على مسمع من مأموري السجن أن ألخماهو دفع لك ألف مسكوكة من الذهب لتدس السم في كأس حاكم وشهد بعض الشهود على ذلك أنا لا أنكر لكن آترافي كان نتيجة التعذيب والخوف على الحياة وماذا تقول في محاولتك قتل علي المقام؟ لما أقدمت على ذلك؟ لا علاقة لذلك بجناب ألخماهو وكهنة المعبد إطلاقا في أحد الأيام انتقدني الحاكم لطريقة تدبيري للأمور خشيت أنه سيقتلني عندما تصلح الفرصة لذلك قررت أن أسبقه إلى ذلك أنت تعلم أن عقاب من أراد السوء بحياة الحاكم هو الموت بلا شك أليس من الأفضل أن تشيئ بمن قام بتحريدك لينال جزاء أفعالهم؟ يا جنابا بوتيفار أنت تحاول مصرا على جعل خدام المعبد شركاء في تدبير المكيدة لقد أنكر علاقته بالمعبد على مرأة من الناس ومسمع فما الذي تحاول إثباته بعد ذلك؟ لا يطمئنن بالكم كثيرا أيها الكهنة فالعرض لم ينتهي بعد حصلن جنابك موني ما الذي كنت تفعله أمام سجن زاويرة؟ ولماذا ذهبت تبحث عن أبو بيس؟ ذهبت يا سيدي من أجل زوجته وأولاده القلقين الباكين إذ فقدوا أثاره منذ مدة وعدتهم أن أتيهم بالأخبار الطيبة عنه بحثت في كل مكان وما إن وصلت إلى أمام سجن زاويرة حتى قبض عليها السجانون لكن أبو بيس اعترف في السجن سابقا أنك رتبت لقاءه مع ألخماه الذي عينه ليكون هو من يقدم على قتل الحاكم الإقرار تحت التعذيب ليس ذا قيمة فعلية كما نعلم جميعا تقصد أن لا علاقة لك أبدا بأبو بيس وبيناروس هذا؟ ولم يكن لك أي دور في تدبير المكيدة لحياتنا؟ لا أبدا يا سيدي لا تربطنا أي علاقة وأنت يا أبو بيس لم تربطك أي تصلة بكيموني وألخماه؟ لا يا علي المقام أنا لم تربطني أي تصلة بكيموني وجنابي ألخماه وقد دبرت مكيدة السوء بحياتي مع بيناروس لوحدك كلا علي المقام كلا أنا لم أكن على علم بالقضية إنه محق هو لم يكن له علم بهذا الأمر أنا وضعت كل تلك الخطة وحدي أنا طلبت منه أن يساعدني ولكنه لم يفعل وقام بإخباركم هيا ابتعد عن نظري قبل أن يتملكني الغضب وأفقد زمام نفسي وأصدر الأمر بقتلك خوف هؤلاء هو الذي نجاك اندبرت المكائد مرة أخرى فإن آمون نفسه لن يمكنه تخليصك هيا ابتعد إن هذه خيانة بحق الآلهة وخدمة المعبد هؤلاء كفار يخدمون على إهانة أمون لن تبقى هذه الإهانات بلا جزاء أيها الأبلة لقد فديت ألخماه والآخرين بحياتك لو أنك اخترت قول الحقيقة لكنت الآن في أمان لقد فديت بحياتي من أجل عائلتي وأقربائي بناروس حر طليق أما بوبيس فيعلق على المشنقة غدا جزاء له وليكون عبرة لمن اعتبر وأنت يا كيموني اذهب ولكن اعلم أن الغطاء سينكشف قريبا عن خيانة المعبد وأنتم جميعا ستعلقون على المشنقة مثل أبوبيس جزاء لكم أيها بنا لقد انتهى العرب الكل يخرج اخرجوا لقد انتهى العرض الآن بهزيمة أمن حوتب ونصر جهنة المعبد الكل يخرج بناروس نعم علي المقام ألست أنت هو ساقينة؟ بلى علي المقام بلى فأين شرابنا إذن؟ في الخدمة علي المقام إن فضيحة هذه الليلة بسببك يا جنب بوتيفار إن وزيرنا الحكيم والمدبر لم يستطع أن يثبت لنا جريمة واضحة وضوح الشمس كنت قد أخبرتني أن الأوضاع بأحسن حال يا جنب بوتيفار ترجمة نانسي قنقر